اشتركوا في القناة انتقال للزهرة ان شاء الله رح نحكي تأثيرها على جميع الابراج في حال انتقالها ايش الايجابيات وايش الاشياء اللازم انتو تحذروا منها خلينا نبدأ بتوقعاتنا لليوم اليوم السبت 21-11 القمر ما زال موجود في منزلة سعد الاخبية وهي للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 12-47 دقيقة بعد الظهر لينتقل بعدها لمنزلة المقدم وهي الى الخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا القمر موجود في برج الدلو وتأثيره على جميع الابراج بالفترة هاي نشعر الان ان بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية فمنكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انو عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفاز وتجربة طعام جديد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم معنا غير زاوية فلكية واحدة هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر والمريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و 48 دقيقة بعد منتصف الليل بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة طبعا المقصود 12 و 48 بعد منتصف الليل اللي هو بعد منتصف الليل اللي هو هادي الليل اللي احنا منبث فيها الحلقة اللي هي عشرين على واحد وعشرين طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بدأنا خلو المسهر خلو مسار القمر ببدأ الساعة 12 و 48 دقيقة بعد منتصف هادي الليلة وحتى صباح يوم اثنين وعشرين احداش يعني تمام الساعة اربعة وخمس دقائق صباحا وهذا بيعني انه الفترة المذكورة اللي هي اليوم وغدا برضو اللي هي من بعد منتصف هادي الليلة ونهار اليوم وحتى المساء يعني مساء الغد كلها هاي فترة خلو مسار ما بننصح فيها بعمل اي شيء جديد مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل لإكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا اول حدث رح يكون في فترة انتقال القمر او خلو المسار انه رح يصير عندنا انتقال للزهرة في البداية رح تنتقل الزهرة من برج الميزان لبرج العقرب ساعة واحدة وواحد وعشرين دقيقة بعد الظهر وانتقال الزهرة من برج الميزان لبرج العقرب زي ما حكينا رح يمكث طبعا في برج العقرب لغاية يوم خمسة عشر اتناعش هذا بعني انه الفترة المذكورة بيطرأ تغيير ايجابي على مظهر موليد هذا البرج وبيشعروا بقوة العاطفة وانجذاب افراد الجنس الاخر الهم بيستفيد معهم في ذلك موليد الابراج المائية الاخرى مثل السرطان والحوت والترابية زي الثور والعذراء والجديد وكذلك كل شخص تواجد عنده كوكب الزهرة في مكان ولادته او في في العقرب لوحدثت ولادته اه طبعا اللي بنولد عنده الزهرة في العقرب اه بكون رومانسي متطرف ما يعني ما بيعرف الحل الوسط في حياته اه طبعا ابرز التأثيرات الايجابية اللي راح تكون على جميع الابراج الحمل اه بيجيهم مال من تركة او تعويض او سداد اشي اللهم او من مال الشريك او الزوج ممكن يحصلوا عليه اما بالنسبة لبرجة الثور فهي بتفيدهم في تعزيز الشراكة المالية والعاطفية والزواج والارتباط والحلول ايضا اما بالنسبة للجوزاء فرصة للي بيبحثوا عن عمل وبرضه بتساعدهم بتعزيز العلاقة مع الزملاء اما بالنسبة للسرطان فهي بتعطيهم حظ في مجال العاطف والمال والفرصة بتكون قوي جدا للنساء للدخول في الحمل اما بالنسبة لبرج الاسد استفادة بتكون على مستوى السكن والعقارات والعلاقات العائلية اما بالنسبة لبرج العذراء نجاح في الدراسة والسفر والاتصالات وكل ما يتعلق بامور الاتصالات والمواصلات اما بالنسبة للميزان فهي بتعطيهم مكسب مالي اغلب المكاسب هاي بتيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او هدايا اما بالنسبة للعقرب فبيتحسن وبشعر بنوع من انواع التحسن وبيطرع على مظهرهم الخارجي شيء حيوي وبرضه بيستاعدهم بقوة العاطفي وانجذاب افراد الجنس الاخر الهم اما بالنسبة لبرج القوس ففرصة التعامل مع المؤسسات الكبيرة او الشركات الكبيرة بتكون ممتازة جدا برج الجدي تعزيز نشاطاتهم الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية اما بالنسبة لبرج الدلو فالفرصة للتقديم او العمل او شيء له علاقة بالاعمال او الشراكات وللاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل في المؤسسات الكبيرة اما بالنسبة للحوت فهي بتعطي نجاح على مستوى امور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والدراسة الاكاديمية والمواضيع القضائية وحتى اي شيء له علاقة بالدراسة اما بالنسبة للحدث الثاني وهو انتقال الشمس بيكون من برج يعني على برج القوس من العقرب للقوس رح يكون هذا في تمام الساعة ثمانية وتسعة وثلاثين دقيقة مساء يعني زي ما حكينا انه الشمس موجود بالعقرب بدأت انتقل للقوس وهذا بيعني انه بداية ميلاد موليد برج القوس بتبدأ من هاي الساعة للي بنولده هذا اليوم اما ممكن في سنوات اخرى كان في بداية الصباح او في اليوم الثاني اللي هو يوم الثاني وعشرين بس هاي السنة يعني في ساعات المساء يوم واحد وعشرين احداش تنتقل لبرج القوس ورح يمكث فيها طبعا الشمس رح تمكث لغاية ساعات ظهر يوم واحد وعشرين اتناش وهذا بيعني انه فترة عيد ميلادهم عشان هيك من قلهم لموليد برج القوس كل عام وانتم بكل خير ان شاء الله وعام سعيد وبداية جديدة ان شاء الله اما وجود الشمس في القوس فهذا بيبعث على الدفء النفسي وحب الحياة والرغبة في السفر والرحلات والصيد بيشعروا موليد برج القوس بتحسن بيطرأ على صحتهم بعد انهم اجتازوا فترة غير مريحة خلال اسابيع الماضي بيستفيد معهم مع موليد برج القوس يعني الابراج النارية والابراج الهوائية اكثر يعني زي برج الحمل والاسد والهوائية زي الجوزاء والميزان والدلو وطبعا اضعفهم رح يكون الجوزاء لانه بكون مقابله تماما طاقته بتكون ضعيفة فعشان هيك بدون ينتبه لبعض الامور الصحية على موليد برج الجدي ومعهم السرطان وزي ما حكينا الجوزاء يعني الجدي والسرطان والجوزاء بدهم ينتبهوا اكثر لصحتهم خلال الفترة الاسابيع المقبلة اما بالنسبة للتأثير كامل على كل الابراج في خلال الفترة القادمة او اغلب ما رح يكون مأثر على الجميع في الفترة القادمة الحمل بينشط في امور السفر والاتصالات البعيدة وبيستفيدوا الطلاب الاكاديميون في دراستهم وسفرهم وامور الها علاقة بالقضايا القضائية اما بالنسبة للثور بتتاح الفرصة لمكسب مالي من شراكة او تعويض او تركة اما بالنسبة للجوزاء بعززوا شراكاتهم وبدهم ينتبهوا لصحتهم لضعف طاقتهم كمان اما بالنسبة للسرطان بيتراكم العمل عندهم بدهم ينتبهوا لصحتهم اما بالنسبة للأسد بيشعروا بقوة الحظ والعاطفة والقصوص العاطفة والامور المالية وامور الها علاقة بالارتباط اما بالنسبة للعذراء بيستفيدوا في مجال السكن والعقارات والارتباط العائلي اما بالنسبة للميزان بينشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات وبيستفيد الطلاب الابتدائي والثانوي في دراستهم اما بالنسبة لبرج العقرب بتتاح فرصة مالية اغلبها بتيجي من عمل اضافي برج القوس بيبدأوا فترة افضل من سابقتها صحيا ونفسيا الجدي على عكس موليد برج الميزان بدهم ينتبهوا لانه بتبدأ فترة عندهم صعب شوي غير مريحة صحيا ونفسيا اما بالنسبة لبرج الدلو بينشطوا اجتماعيا برج الحوت بتدعم او بتدعم او بتدعم مراكزهم الاجتماعية وبيدفعوا او بيدفعوا يعني بندفعوا بمصالحهم في مجال العمل بشكل اقوى او بيدفعوا باتجاه مصالحهم باتجاه العمل اكثر الان في عنا نقطة بدنا نعقب عليها على اساس انه يعني نكون نغطينا كل الامور بما انه رح يكون الزهرة موجودة زي ما حكينا بالعقرب فهي يعني البيت السادس بدها تكون لما وليد برج الجوزاء وبما انه البيت السادس لما وليد برج الجوزاء معناته همي اكثر الابراج عرضة لزيادة الوزن بدهم ينتبهوا من زيادة الوزن قدر الامكان وبرضو موليد برج السرطان ممكن شوي يعني زاد وزنهم شوي او ممكن شعروا بقابلية زيادة الوزن بالفترة الماضية والشهر هذا نفس الشيء اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار المربع الجديد ست ايام في تمام الساعة تسعة وواحد وعشرين دقيقة صباحا بيصبح سبع ايام نسبة الاضاءة خمس واربعين في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب وبدو ينتقل للقوس زي ما حكينا حتى يوم واحد وعشرين اتناش مزاجه اليوم سعيد بنسبة اربع عشر في المية بسبب الانتقال القمر في الدلو حتى يوم اثنين وعشرين احداش فاليوم مزاجه منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية ممكن يصير فيه نوع من انواع الايجابية او السعودة له في ساعات الظهر فبتكون نسبة الخمس وعشرين في المية هاي بتصير سعيدة اما بالنسبة العطارد في العقرب حتى يوم واحد اتناش مزاجه سعيد بنسبة خمستاش في المية الزهرة في الميزان وبدو ينتقل للعقرب حتى يوم خمستاش اتناش منتحس بنسبة ستين في المية المريخ في الحمل حتى يوم سبعة واحد مزاجه سعيد بنسبة خمستاش في المية المشتري في الجدي حتى يوم تسعة عشر اتناش منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الجدي حتى يوم سبعة عشر اتناش سعيد بنسبة خمستاش في المية اورا نصف الثور بيتراجع حتى يوم أربعة عشر واحد مزاجه منتحس نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين احداش مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي مزاجه سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل اليوم تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهمش أنك ما تبقى وحيد وأخرج للقاء الناس برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب للي بيبحث عن عمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية يعني فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة برج الجوزاء بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أو ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم تلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا جميل عزز العلاقة الاجتماعية والعائلية فالفترة مثمرة على جميع الأصعد برج السرطان بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو تعويب ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلاف أو الزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهة النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي برج الأسد ترغبوا في تدعيم شراكاتكم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف آخر لا تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسارع في اتخاذ القرارات برج العذراء بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجياً أنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيماً وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قصد من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن برج الميزان تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة إيجابية تستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات برج العقرب تحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم تجد تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهمش أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية يعني الفترة هاي بتحمل بعض المصاريف الإضافية برج القوس تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح الأفكار بشكل جيد ممكن تحصل على فرصة جيدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك ممكن تنشط بالتنقلات والاتصالات بشكل كبير خلال هذا اليوم برج الجديه تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكو تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهمش إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شي إنك تتفائل برج الدلو تبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعديلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الحوت بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي حاول تنظيم أمورك المالية والمحافظة على صبرك المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذر من بدء أو البدء بأي شيء جديد ما تسمح للقلق أنه يسيطر ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهوداتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء